بسم الله الرحمن الرحيم درس توحيد محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم الصف الثاني الابتدائي المناجي الجديد 1441 جرية 2020 ميلادية كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يصدقون ما يذكره من أخبار فهو صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين كان يلقب بالصادق الأمين ومن ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج فقال أبو بكر صدق فسمي بالصديق قريش كذبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولكن أبو بكر قال إن كان محمد قال فقد صدق فأنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في ذلك لذلك سمي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق طاعة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به ومن ذلك موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة ويرد الأمانات إلى أهلها ففعل ذلك لو كان يسألني يقول لي ما أذكر موقف يدل على تصديق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أقول موقف أبو بكر الصديق في الإسراء والمعراج حينما كذبه المشركون ولكن أبو بكر قال صدق فسمي أبو الصديق تاب لو ألولي أعوزين موقف في طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم أقول موقف علي بن أبي طالب حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة ويرد الأمانات إلى أهلها ففعل ذلك ونام علي بن أبي طالب رغم الخطورة على حياته ولكنه نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا كثير من المواقف نفذ فيها الصحابة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض الصحابة صحابي كان يسير خلف المسجد فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس أمام المسجد فسألوه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فجلس وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تنفيذ الأمر مباشر حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الحقوق نأخذ الأربعة حقوق يجب تصديق الرسول فيما ذكره من الأخبار أي خبر آل في إسراء والميراج قال أنه في جنة أنه فيه نار أنه فيه عذاب قبر نصدق يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأخبار تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به الرسول أي شيء أطاعنا قال مثلا عليكم بالسواك عليكم بالجماعة كذا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اكتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهىنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن الأكل باليد اليسرى ننفذ إذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام ننفذ يجب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا الرسول قال الصلاة خمس صلوات في اليوم والليل لا نزيد عليها إذا قال الظهر أربع ركعات لا أكل أنا خمسة أو ثلاثة قال الفجر ركعتين لا أكل أنا أربعة يبقى إذا حقوق الرسول يجب تصديق الرسول فيما ذكره من الأخبار يجب طاعة الرسول فيما أمر به يجب اجتناب ما نهى عنه الرسول يجب أن نعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة أشياء لا بد أن نحفظها وننفذها فهذه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعه الطاعة أول شيء المحبة الطاعة التصديق واكتناب ما نهى عنه تعطه فيما أمر اكتناب ما نهى عنه وزجر والتصديق فيما أخبر ولا نعبد الله إلا بما شرعه الله هنا أربط بين العمود ألف وما يناسبه في العمود به يجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأخبار فيما ذكره من الأخبار تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به يجب اكتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مثلا يقول لي مثال من حقوق الرسول ولا ليس من حقوق الرسول هنا نشوف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أسر يبيه إلى بيت المقدس هذه من حقوق الرسول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة من حقوق الرسول سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفينا هذه ليس من حق الرسول لأن الشافي هو الله ترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوق الرسول سؤال الرسول أن يدخلنا الجنة ليست من حقوق الرسول والنعمة الذي يدخل الجنة هو الله عز وجل الأسئلة اختاروا الإجابة الصحيحة وأضعوا تحتها خطا تصدق الرسول فيما ذكره من الأخبار مستحب ولا واجب واجب هذا أمر واجب طاعة الرسول فيما أمر به أيضا واجبة اجتناب ما نعنه الرسول صلى الله عليه وسلم واجب أبادة الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم محرم 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 وهكذا نكون قد انتهينا من درس تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق طاعة أهل هنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دي انتهينا منه درسنا كان بعنوان محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وفي الختام لا تنسوا اللايك كثير من الناس يشاهدون الفيديو ويستكثرون علينا اللايك مع المجهود الذي نبزله فلا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته